موسيقى رغم عملهما معا في مكتب بسيط للعقارات بحي أسان يورد في اسطنبول إلا أن آيدن ونوري ليسا على قلب رجل واحد فيما يخص الانتخابات التركية القادمة كلاهما من أكراد تركيا لكن توجهاتهم السياسية التي كانت متوافقة فيما مضى اختلفت في هذه الانتخابات في سنوات حكمه الأولى كان الحزب الحاكم جيدا على كافة الأصعدة كثير من الأكراد كانوا يصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية لكن في الآونة الأخيرة ولا سيما بعد التدهور الاقتصادي أصبحت مقتنعا بضرورة التغيير لذلك لن أصوت لحزب العدالة والتنمية بل لكمالك الإجدار أوغلو سأصوت للرئيس أردوغان أنا راضا عن سياساته تجاه الأكراد وأحبه شخصيا لذلك سأمنحه صوتي من جديد تقدر نسبة الأكراد في تركيا بـ 15% من عدد السكان واعتاد حزب العدالة والتنمية أن يكون الحزب الثاني كسبا للأصوات في المناطق ذات الغالبية الكردية خلف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يملك القاعدة الانتخابية الأكبر في أوساط الأكراد لكن تضييق الذي مارسته الحكومة ضد الحزب الكردي وسعيها لإغلاقه دفع الكثير من الأكراد إلى إعادة النظر بموقفهم السياسي من الحزب الحاكم في البلاد تحسبا من قرار الإغلاق قرر حزب الشعوب الديمقراطي خوض الانتخابات باسم حزب اليسار الأخضر وأسس تحالفا للأحزاب اليسارية وهو تحالف العمل والحرية التحالف الجديد قرر عدم اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية بل قرر دعم مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو ضد أردوغان كما ذكرتم يبلغ عدد الأكراد في تركيا ما بين 12 إلى 15 مليون مواطن الحزب الذي يعتبر ذاته ممثلا للأكراد في تركيا حصل في الانتخابات الأخيرة على خمسة ملايين صوت وهذا يعني أن ليس جميع الناخبين الأكراد يصوتون وفق معيار الهوية العرقية بل هناك هوية الدين وكذلك دوافع اقتصادية وغيرها من المعايير التي تحدد توجه الناخب التركي في عملية التصويت في مقابل دعم حزب الشعوب الديمقراطي لمرشح المعارضة استطاع تحالف الشعب وهو الائتلاف الحاكم جذب حزب الدعوة الحرة والمعروف باسم حزب هودا بار إلى تحالفه ويستقطب هودا بار المحافظين الأكراد ويعتبر من الأحزاب الإسلامية المتشددة لكنه لا يحظى بشعبية حزب الشعوب الديمقراطي رغم أن مرشح المعارضة كمال كيليشدار أوغلو انتزع دعما من حزب الشعوب الديمقراطي لكن كتلة القوميين في معسكر المعارضة ترفض هذا الدعم لأنها تراه حزبا مؤيدا لحزب العمال الكردستاني في المقابل نال انضمام حزب هودا بار لتحالف الشعب استياءا بسبب تهم تلاحق الحزب بارتكاب أعمال إرهابية هي معادلة معقدة تعكس اختلاط المصالح والتحالفات في انتخابات ليست كسابقاتها زيدان زنجلو العربية اسطنبول لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات